عودة السفير الروسي من واشنطن لا تعني قطيعة دبلوماسية شاملة بين البلدين على الأقل لأن واشنطن لم تستدعي سفيرها من موسكو ولكن المشكلات بينهما معقدة والتفاهم فيها صعب على الطرفين معا السفير الروسي عاد من أجل تشاور مع الكريملين للنظر في سبل إصلاح العلاقات المتعثرة والخيارات محدودة بينما المخاطر عالية التدخل الروسي الجديد في الانتخابات الأمريكية جمع بين الإصرار والنكراني من جانب موسكو كما أن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها بعض المؤسسات الأمريكية دفعت البيت الأبيض إلى الاعتقاد بأن روسيا تمارس أعمالا تستوجب الردع تعليقات الرئيس فلاديمير بوتين لم تخرج عن الحد المقبول للرد على الانتقادات الحادة من الرئيس جو بايدن والكريملين ترك الرد لمسؤولين من الصف الثاني لكي لا تتحول الأزمة إلى قطيعة شاملة قد تجر من ورائها عقوبات وتعقيدات إضافية في العلاقات مع واشنطن وحلفائها بريطانيا حليف الولايات المتحدة لم تخفي عزمها على مواجهة روسيا وهو ما دفع السفير الروسي لدى لندن إلى القول إن العلاقات السياسية بين موسكو ولندن منتهية تقريبا خطوط التصادم بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا مصدر آخر للتعقيد ومن المستبعد أن تتراجع روسيا عن موطئ القدم الذي كسبته على هذه الخطوط موسكو لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات ولا يفيدها التصعيد وكل ما تأمل فيه هو أن تهدأ الأزمة